انا دكتور زيال بالبيسي مستشار ابراض وجراحة الانف والاذن والحنجرة بدنا نتحدث اليوم عن اسباب بياض اللسان عادة اسباب بياض اللسان هي الشيء اللي هو اكتر شيء انه تحصل فيه بياض اللسان هي الفطريات الفطريات هي احنا زي ما بنعرف انه فيه بيال فتحة الفم جراثيمة او بكتيريا مفيدة هاي البكتيريا المفيدة اذا الواحد اخذ مضادات حيوية قوية بيقتل البكتيريا المضرة والبكتيريا المفيدة فهذا بيفسح المجال للفطريات المختلفة انها تهجم وتهاجم اللسان وتهاجم فتحة الفم هذه بتكون يا اما حسب نوع الفطريات يا اما لونها ابيض او اما ممكن يكون لونها اسود والتنتين ايا الفطريات هدولة بتعالجوا وعلاجهم انه الواحد طبعا يوقف المضادات الحيوية وهذا اهم شيء وتاني شيء منعطي ادوية ضد الفطريات سواء بالفم او مضمضة تبعة الفطريات هاي الشيء الاخر ممكن قبل ما نفكر طبعا بفطريات وكلام ممكن المريض يكون ماكل شيء ملون سواء ابيض او اي شيء تاني ومش حاشس على حاله ويفكر حاله مريض لا هذا ممكن يكون مؤقت وبس انه يغسل تمه بروح البيض في شيء اخر بالذات عند الاطفال انه هذا البيض بكون الطفل ممكن يكون ما بيقدرش انه كمان يرضع او ما ياكل لانه الفطريات هاي بتكون موجودة كمان بالمرين وسعيتها علاجها لازم تتعالج لانه الطفل ممكن يصيبه جفاف اذا كان ظل ما ياكلش فيه طبعا البياض كمان هاي فيه شيء ممكن يحصل على اللسان او ممكن يحصل على الشفايف من الداخل هادي بيسموها قطع بيضة على الشفايف او اللسان اللي هي لوكو بلاكيا هادي لوكو يعني ابيض وبلاكيا يعني اجزاء ترسبت عليه لانه بصور فيه اشياء بيضة موجودة على الشفايف او من الداخل او اللسان وهادي يعني مفروض انه المريض يشوف الطبيب فورا وهادي بدهين عملها خزعة ويشوف الواحد اسبابها لانه هادي بتكون اول علامة لعلامات لا سمح الله انه يحصل او رام بيها للشفايف او باللسان طبعا بالنسبة لا زي ما حكينا في مرات ممكن يكون واحد اسباب تسمم مثلا بي المعادن الثقيلة ممكن تعمل الوان باللسان مش شرط تكون ابيض ممكن تكون الوان تانية اللي هما ممكن تكون الرصاص او الزئبق او شيء بلونه لسان فلون لسان الصحيح هو علامة لصحة البني ادم كله مش بس لا لسان نفسه وعادة الواحد اذا كان حس انه لون لسان ناتج عن شيء اكله ولون له اياه مؤقت هذا لا يدعو للفزع ومش لازم الواحد يشوف هذا بس يوقف يأكل الالوان هاي وبطيب بس اذا كان لون اللسان بدأ يختلف سواء ابيض او غير ابيض واستمر رغم العلاج لازم المريض يشوف الطبيب المعالج تابعه عشان ياخد العلاج المناسب اشتركوا في القناة